السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخبار النادي الأهلي صباح اليوم الأربعاء الموافقة 20 من نوفمبر 24 وأخبار مسيرة ومدوية صباح اليوم نبدأها بالعناوين أول تحرك من النادي الأهلي بشأن صفقات انتقالات الشتاء استعدادا لكأس العالم هدف كولر مواجهة ريال مدريد في نهاء كأس الانتر كونتيننتل سيد عبد الحفيظ عن مفاوضات تجديد زيزو ليالي الحلمية خمس أجزاء حسام حسن يكشف سر مشاركة نجم الأهلي ورد فعل لاعب الزمالك أحمد سليمان سأطالب بعدم انضمام لاعبي الزمالك ومهيب عبد الهادي يعلن توصل الزمالك وزيزو لاتفاق ناري البداية من يساش نعمل لايك الفيديو واشتراك في القناة بدأت إدارة النادي الأهلي تتحرك بقوة في ملف الصفقات من خلال الحديث مع السويسري مارسي الكولر المدير الفني للقلعة الحمراء عن احتياجات الفريق في الفترة المقبلة وخاصة أن الأهلي مقبل على فترة صعبة ومباريات وبطولات صعبة منها بطولة الانتر كونتيننتل ثم كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة في مايو 2025 هناك اتجاه داخل صفوف القلعة الحمراء لضم ثلاث صفقات أجانب في انتقالات الشتاء بهدف تطوير الفريق بشكل قوي وخاصة في النواحي الهجومية اتفقت إدارة الاهلي مع مارسي الكولر على خطوة ضم مهاجم أجنبي بالإضافة إلى جناح أجنبي آخر واستقر الرأي على خطوة البحث عن صفقة محلية لتطوير الخط الخلفي في ظل وجود العديد من الإصابات داخل فريق النادي الأهلي وخاصة في خط الدفع وقد عانى الأهلي من وجود نقص شديد في بعض الخطوط خاصة في الخط الأمامي في ظل تراجع بصمات رضا سليم وبرسيتاو أما في خط الدفاع لم يظهر يوسف أيمن محافظا على المستوى المطلوب كما تعرض أشرف داري إلى كم كبير من الإصابات ولم يحصل على الفرصة كاملة حتى الآن ولكن ما هدف كولر؟ كولر يهدف إلى منديال كأس العالم للأندية والوصول إلى أبعض نقطة وأيضا مواجهة ريال مادريد في نهاء كأس الانتر كونتيننتل هذا ما أكده مارسل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عن جاهزية الفريق للمواجهات المقبلة سواء المحلية أو الأفريقية أو العالمية مشددا على أن الأهلي هدفه الوصول إلى نهاء بطولة كأس القارات للأندية الانتر كونتيننتل ومقابلة ريال مادريد الأسباني بطل أوروبا وقال كولر في حديثه للمنصات الرسمية للنادي الأهلي بداية الموسم الحالي لم تكن سهلة بسبب كسرة المباريات التي خاضها الفريق كما أن فترة الراحة بين الموسمين الماضي والحالي لم تكن كافية رغم الاعتذار عن المشاركة في بطولة كأس مصر بهدف منح اللاعبين وقتا كبيرا من الراحة أضاف المدير الفني مع بداية الموسم الحالي خضنا مباريات صعبة بداية من الصبر الأفريقي ثم لقاء أي ضرل 32 من بطول الدوري أبطال أفريقيا أمام جورماهي الكيني ثم خضنا مبارتين في الدوري ثم مبارتين في الصبر المصري ولم نصل إلى الآن للمستوى الذي نطمح إليه لكن تعلمت من خلال وجودي وعملي مع الأهلي على مدى موسمين التعامل مع كل الظروف وتحقيق أفضل النتائج وأوضح كولر أنه يقوم بالتحضير للمباريات بشكل قوي من خلال دراسة المنافس وتحديد نقاط قوته وضعفه مشيرا إلى أنه لا يوجد أي فريق في العالم بدون نقاط ضعف وهو ما يعمل على استغلاله من خلال جلسات التحضير التي تتم مع اللاعبين والجهاز المعاون عموما نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي مع مارسل كولر في بطولة كأس العالم أو بطولة القارات الانتر كونتيننتل والفوز في نصف نهائي بطولة الانتر كونتيننتل والتوجه إلى ريال في مباراة ريال مدريد في قطر إن شاء الله يوم 18 من ديسمبر المقبل عن مفاوضات زيزو سيد عبد الحفيز يتحدث عيث علق سيد عبد الحفيز مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي على المفاوضات بين الزمالك وأحمد سيد زيزو من أجل استمرار اللاعب داخل القلعة البيضاء ويواصل مجلس إدارة الزمالك العمل على إتمام صفقة زيزو لقيمة اللاعب داخل وخارج الميدان قال سيد عبد الحفيز خلال تصريحات فضائية عبر برنامج اللاعب مع مهيب عبد الهادي كل ثلاث شهور أو أربح شهور بنسمع قصة تجديد زيزو لليال الحلمية نفسها خمس أجزاء وأشار إلى أن مفاوضات الزمالك للتجديد مع زيزو تخص النادي وجماهيره فقط أنا بحثت زيزو بالرغم من كل الأنباء فهو مركز في الملعب لأن الأمور دي بتاخد من تركيز اللاعب أما حسام حسن وسر مشاركة نجم الأهلي مصطفى شبير ورد فعل لاعب الزمالك محمد عواد فقد كشف حسام حسن مشاركة كواليس مشاركة مصطفى شبير نجم الأهلي في تشكيل لقاء بوتسوانة في الجولة السادسة حيث قال كنت بتمنى أن شبير يأخذ فرصة مع الأهلي من خلال المشاركة في لقاء على الأقل قبل معسكر الفرعنة مصطفى شبير كان بيؤدي تدريبات بشكل جيد وهو ما جعلني أمنحه فرصة المشاركة واختتم قائلا أن محمد عواد والمهدي سليمان كانت روحهم عارية ورائعة ولكن بالعكس محمد عواد والمهدي سليمان ترك تدريب الملعب قبل بداية أو ترك تدريب الأحماء قبل المباراة وذلك بعد أن علم بمشراك مصطفى شبير على حسابهم في مباراة بوتسوانة أموما كانت النتيجة جيدة وتعادل منتخب مصر والوصول إلى النقطة 14 وتأهون منتخب مصر وبوتسوانة معا أما أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك فيطالب بعدم انضمام لاعبي نادي الزمالك ومنتخب مصر بسبب عدم مشاركة محمد عواد حيث قال أنا كمسؤول في نادي الزمالك لاعب للزمالك مش وغد حقها في المنتخب عمر جابر تم استبعاده على الرغم من أن الجميع عشاد به وفي أندية تانية واخد اتنين في مركز واحد وأيضا تأ محمد شحاته لعب دقيقتين واتصاب ولكن عام العزمة للزمالك أيضا كل أربع أيام مباراة حسام عبد المجيد أفضل مدافع في مصر كان قاعد احتياطي وقال أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة أنا سأطالب عدم انضمام لاعب الزمالك لمنتخب مصر بعد ما زالت حسام حسن وعدم مشاركة محمد عواد ومشاركة مصطفى شبير على حسابه أخيرا مهيب عبد الهادي يعلن توصل الزمالك وزيزو لاتفاق هذا ما أكده مهيب عبد الهادي أن النجم أحمد سيد زيزو سيستمر مع نادي الزمالك وزيزو مستمر وقد وصلت الإدارة لاتفاق والإعلان قريبا حيث كشف مهيب عبد الهادي عن القيمة المالية حيث رصد نادي الزمالك مبلغ 80 مليون جنيه للموسم لتجديد عقد زيزو سيتم تقسيمها 40 مليون جنيه من خزينة النادي والباقي من خلال الرعاية والإعلانات الخارجية بالإضافة إلى مساهمة من أحد محبي نادي الزمالك تقريبا سيكون ممدوح عباس وفي النهاية أشكركم وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته